في تبعية خطورة الإخوان واستهدافها للأقباط في مصر على حسب حسب ما ذكر دكتور سارة الخرباء وأنهم بيروا الأقباط درجة ثالثة وربما كمان درجة عشرة بالتصنيف الفئوي الطائفي اللي كانوا حاطين في مخيلتهم فترة بتاعة حكم الإخوان وما ولاها من إسقاط هذا الحكم اعتبروا أن الأقباط أكثر عدو لهم بل الأقباط وجيش والشرطة بس الجيش والشرطة عشان المسلحين صفاتهم يعني فكانوا بيلقوا أن الأقباط هما الصدى السهلة لذلك تجرع الأقباط على مدار حكم الإخوان وما بعدها في إسقاط هذا الحكم الفاشي العديد من المذاوح والمأسي لا أحد ينسى فضع تصام 4-14 أغسطس 2013 واستهداف حرك وتدمير كامل لـ 84 منشأة مسيحية قبطية في مصر في درجة الأمة مخيلة الله ينايحه مطران أسيوت قال إحنا نقدم ذخيرة هذه الكنيس ذبيحة أو بخور نوقد وطنية مصر كأن إحنا بنقول إحنا بنضحي بهذا من أجل مصر البابا هو دروس قال يعني جملته الشهيرة وطن بلا كنيس أفضل من كنيس بلا وطن من جراء هذه الأحداث أحداث دلجة لمحافظة المينيا هذه القرية البسيطة التي يسكنها حوالي 100 أو 150 ألف مواطن قبطي والقرية عريقة قديمة وطلع منها قدسين زي طموف إيريني وغيرها ولكن بعد فضل اعتصام ربعة مركز الإخوان في هذه القرية اعتبرها كده ولاية إخوانية بسيطة ما كانوا يحاولون أن يفعلوا في كرداسة وحرقوا كنيسة كرداسة وصفوا حارس الكنيسة أو خادم الكنيسة وقاموا أيضا بمذابح في قرية دلجة حرقوا منازل الآباط وحرقوا كنيسة الأسرية باسم العدرة والأنبى برام الكنيسة التي لها عقود طويلة ولها زخارف ورسومات وجدارية أثرية مع ذلك قاموا بتدمرها وحرقاها تماما وأيضا استهدفوا شخصين واحد اسمه هاني كان مزارع حقله وعم اسكندر تانيوس مين عم اسكندر تانيوس؟ ده أنا بسميه سدهم بشيء جديد عم اسكندر تانيوس ده أحد الفلاحين بقرية دلجة البوسطة قاعد في بيته في أمان هو مراته وعياله وجه يوم 14 غسطس الإخوان ثاره وقامه بحرق واستهداف العديد من الكنيس علشان يخفوا وطقة الأمن عليهم في اعتصام رابعة والنهضة ولقوا عم اسكندر جابوه من بيته وقاعدوا يعزبوه ويدربوه في الشارع لحد ما صف الرجل وراجل مات حقيقة كنت أحب اللي أنا وأعرض قصة عم اسكندر الشهيد لأنه نعرض الفيديو بتاع مقتله لأنهم حتى من بشاعتهم كانوا بيصوروه وبيمثلوا بقصته أثناء استشهاده بس للأسف مشاهد دموية بيومنا عننا في القناة أن احنا نضحها فجابوه ومثلوا بيه وقاعدوا يهنوه يعزبوه لحد ما اتوفى ودرجة أو شكل الوفاء حقيقة غير إنساني وغير أدامي تماما فاكرين القديس ماري مرقوس لما توفى رابطوا رجليه بحبل واحد ركب حصاب وقاعدوا يجروف شوارع اسكندرية كلها ودموا السلف اسكندرية كلها ده برضو اللي حصل مع عم اسكندر جابوا جرار زراعي رابطوا جسم عم اسكندر بحبل ومشي بيه جرار عمال يقطع في لحمه على الشارع وفي الأرض وبعد كده تركوه تركوا جسيته في العرق في الشارع وما اكتفوش بكده بس ده لما ناس من أهل القرية من أدميتهم خدوا الراجل يقولك إكرام الماء يدفنوا وراحوا دفنوا في مقابر المسحيين وكان في الوقت دوت أكتر من 150 أسرة ابطية تركت القرية وهجرت سابوا أملكهم وسابوا حالهم وبهايمهم وعزوتهم وهجروا القرية ومشوا راحوا تاني يوم طلعوا من قبره وعادوا يمثلوا في جسيته وأيضا يسوروه عشان نفس الفكرة بتاع داعش أن هما يرهبوا العالم بكوة الإخوان وبشعتهم وقعد الراجل لمدة ثلاثة أيام بعد ما توفى وبعد ما خرجوا من قبره نرمي في الشارع عشان يقولك الإخوان بحبة الإخوان والشركاء الوطن قادي الإخوان ودي أفكار الإخوان اللي كشفها دكتور صروة الخرباوي معانا غير أدميين غير إنسانيين الشياطين نفسها تغجل أن هي تفعل هذه الأفعال في بشر وتمثل بجيورسس ناس ماتت دون وجه حق وللأسف من 14 أغسطس لحد أوائل سبتمبر 2013 يعني أكثر من شهر فضلوا الإخوان متمركزين ومتحكمين في قرية ديكتورة لحد ما نجحت قوات الأمن من اقتحام القرية وسيطرة الأمن وهنا تفاجأ بأمور عديدة جداً حزينة على القرية خلينا نعرض فيديوهات رصدت برقم يعني الـ quality تعالف فيديوهات ضعيف شوية لأنها تصورت بكاميرات بسيطة لكن رصدت هذه الوقاع في كاهن كنيسة حكى في دقاء قليلة التدمير الذي شملته كنيسة خلينا نشوف كده الفيديو نسمع لحديثة لهذا الأب الكاهن ونرجع لحضراتكم مرة أخرى تحامات يعتبر في الجمهورية كلها كان هنا في الكنيسة بدأ الهجوم على الدير من برة كانت 9-9 بالضبط أو قبل 9 كمان دخلوا هنا المكان دخلوا على كنيسة الأنباد رقام وزي ما تشوف طبعا تطبوا كل حاجة فيها وزي حرقت برضه بالكامل ودخلوا كمان هنا فيه كنيسة مارجيرجة دي ليها أثر من 200 سنة وجلبها كمان تحت الأرض الكنيسة الأثرية وده من سنة 400 ميلاديا يعني ليها 1200 فان طبعا لو هم فاهمين في الصراح والأساة والحضارة طبعا محدش كان يجرب من ناحيتها بس طبعا هم كانت كل هم اللي ينزدوا ان هم الإفادة الشخصية أولا وبينفذ اللي في إطلاقهم كان فيها بعض القطعة الأثرية كان فيه هنا رسمة جربانة برضه أثرية حجر أسايل وكان فيه هنا على المكهف رسمة أثرية برضه كانت من فترة بعيدة أتسرجت وهيئة الأثرية جايدة لكن ما نعرفش بجاليسة ما نعرفش بجاليسة من فترة كان هنا برضه عمودين سبعي العندان دي منهم واحد هناك هم واحد أكيد مردوم أو ما نعرفش بجاليسة برضه دي تخدم من الجوة دي مقبرة أباء برضه كان عليها باب حديد استخبت باب الحديد وكسروا العظام دي جوة ودخلوا بجع الكنيسة عموما بعد ثمان سنوات صدر حكم ضد بعض هؤلاء المخربين والمدمرين قاتلين بالإعدام لستة منهم وأيضا منهم تلاتة حضور وتلاتة هاربين غيابي وحالة أوراقهم إلى مفتج جمهورية الأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام وتحديد جلسة من شهر ثالث من شهر سبتمبر القادم للنطق النهائي في هذا الحكم في معاقبة أيضا سبعة وثلاتين أخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا يعني بعد ثمان سنوات لسه في ناس من ضمن الوغدين أعدام والمؤبد هاربين كما قادت المحكمة بمعاقبة خمس متهمين أخرين بينهم اتنين حضوري وثلات غيابي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في أحداث شغب وعنف بقرية دلجة ومقتل قبطيين يوم 14 و15 من شهر أغسطس 2013 حرق كنيسة دلجة الأثرية التي احنا شفناها والتظاهر بالقرية عقب أحداث فضع تصام رابعة والنهضة كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015 وتضمن أمر للأحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريد على العنف والشغب والدعوة والتزار وتخريب منشآت كنسية وقتل قبطي دون وجه حق لتمنى أن تحكم العدالة النجزة لهذه القضايا ويستردوا الحق للجميع